مبارح سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أورسلا فوندرلاين رئيسة المفاوضية الأوروبية اللقاء كان فيه جوانب مختلفة وكان فيه حوار متبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وكمان الأمنية وخصوصاً ده مع أورب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية 2021-2027 واللي طبعاً هتحدد مسارات التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة رئيسة المفاوضية الأوروبية أكدت اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في قطع الطاقة بشكل عام وخصوصاً الغاز الطبيعي المسائل وده في إطار الموارد الغنية والبنية التحتية المتميزة اللي بتتمتع بيها مصر تفاصيل أكتر خلينا نعرفها وقراءة حول الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا من الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحا رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية صباح خير على حدثك صباح خير أستاذ عمينا صباح خير أستاذ مصر خلينا نبتدي نقرأ زيارة إرسلا بوردغاين لنا نلازم في البداية نحط فرق التصور في التعامل مع الدولة المصرية من قبل الاتحاد الأوروبي في خلال 8 سنوات ليه نقول ده؟ ليه نقول ده علشان نقدر نفهم التحول الكبير للدولة المصرية عبر سياستها الخارجية وعبر الأدوات اللي تم استخدامها سواء الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية الرئاسية أو الدبلوماسية الشعبية أو الدبلوماسية بارلمانية قدرت الدبلة المصرية تزوب الكثير من الفوارق برضو لازم نفهم أن ده تقدير كبير جدا لعملية الإصلاح الاقتصادي و لعملية التحول اللي تمت في هيكل الاقتصاد المصري نحو أبعاد أكثر توفقا مع احتياجات العالم في المرحلة القادمة بشكل بيجعل من الدولة المصرية شريك بالفعل لكل دول العالم و لدول الإقليم سواء الإقليم حوض البحر المتوسط أو العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو القرى الأفريقية أو الوطن العربي موقع مصر هو اللي بيفرض عليها ده وده بيعطي لدولة المصرية ميزة نسبية في التعامل مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي متفهم تماما موقع مصر الاستراتيجي في المقام الأول متفهم تماما القدرات الكامنة الموجودة في الاقتصاد المصري متفاهم تماما قدرة مصر على التأثير كدولة قائد ونموذج بتقدر تقدم النماذج الريادية دايما في المجالات الاقتصادية المختلفة التحول اللي حصل في النظرة دي على مدارة 8 سنوات بيعكس جهود حثيثة بازلتها الدولة المصرية سواء من القيادة السياسية موصلة في فخمة رئيس عفتاح السيسي أو مؤسسات الدولة المختلفة علشان نقدر نوصل للمرحلة الاتحاد الأوروبي تاني بيعيد التأكيد على أن مصر شريك استراتيجي ومصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي في نفس السياق بتنظر للاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الاقتصادي الأول والشريك الاقتصادي اللي بيتمتع بعلاقات ميزة نسبية على طول الخط مع الدولة المصرية طيب أنا لو بصيت لملف الغاز بشكل 2014-2015 كنا بنستور الغاز 2018 حققنا اكتفاء ذاتي 2022 احنا بنصدر لأوروبا تزامنا مع توقيع بروتوكولات تعاون مع قبرص ان احنا هنمدلها ايضا شبكة الكهرباء فاحنا دخلين على أوروبا بالكهرباء وبالغاز قراءتك في هذا الملف كلمة السر في التطور اللي حصل لك كان ايه طيب علشان نقدر نفهم اللي حضرك بتقوله لازم نحطه في السياق اللقاء اللي تم مبارح واللقاء اللي تم مبارح كان فيه تلات جوانب رئيسية الجانب الاول المتعلق بالطاقة واللي منها الغاز الجانب التاني المتعلق بالبيئة والجانب التالت المتعلق بالأزمات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم لو بصينا للملف الاهم اللي استحوذ على اهتمام الجميع باعتبار انه احد تدعيات الازمات العالمية الحالية الازمة الاوكرانية الروسية بالتحديد وتوقف امدادات الغاز وتهديدات الطاقة في القارة الاوروبية بنقدر نتفهم همية التحولات اللي حصلت في الدولة المصرية على مدار السنوات اللي فاتت السيد مصطفى اشار الى مجموعة من الانتقالات والمحطات المهمة في ملف الغاز المصري وملف الطاقة المصري المصر كانت تهتم بملف الطاقة بسرعة ويمكن ده اللي بيدي الدولة المصرية ميزة نسبية في التعامل مع سواء محيطها الاقليمي في القارة الافريقية او دولة اتحاد الاوروبي او المنطقة العربية ليه لان مصر اشتغلت وفقا للسراتيجية تعتمد على مجموعة من المرتكزات تقوم على تنمية وسائل الطاقة المتجددة تقوم على احترام البيئة تقوم على دعم استكشافات مصادر الطاقة سواء الغاز او البترول وهنا جات النقلة المصرية الكبيرة حقيقة في ملف الغاز مصر امتلكت القرار السياسي والارادة لمتخز القرار انه تتجه الدولة المصرية للكشف عن قدرتها الدولة المصرية الامر مش جديد ولكن برضو بنرجع كل فترة ونؤكد ان امتلاك قدرة وارادة لدى متخز القرار السياسي تفرق كثيرا في مستقبل الشعوب سيد مصطفى وحضرتك بتتكلم عن الملف ده لازم نقول ان الازمات دائما تخلق فرصا بمعنى ان الازمات تخلق فرصا احنا هنا مش بنتكلم عن غاز بس احنا بنتكلم عن مصادر الطاقة المتنوعة من عندنا بالضبط لان هو ده محور اهتمام العالم النهاردة الغاز بالطبع مهم جدا بالنسبة لأوروبا في هذه المرحلة ومصر دولة مش كان عندها اكتشافات غاز بس مصر دولة اتجهت الى التمكين في كامل صناعة الغاز بمعنى ان احنا بقى عندنا محطات الاسالة في اتكو دوميات بقى عندنا القدرة على التصدير بقى عندنا القدرة على توفير الامكانيات اللوجستية الكاملة لشركات التنقيب بقى عندنا القدرة العسكرية على تأمين مصادر الغاز طبعا عبر جهود حثيثة للقوات المسلحة المصرية الشريفة لتأمين اكتشافات الغاز المصرية في حوض البحر المتوسط فانت بتتكلم على استراتيجية متكاملة في قطاع الجهاز انما انت لو بتبص على ملف الطاقة بصفة عامة لقد دولة مصرية انتهجت فيه مصار متعدد تجهت الاهتمام بالطاقة المتجددة ويمكن الامنة حضراتك بتشوف مجمع بانبان بتشوف حطات الرياح لتوليد الكهرباء كل دي مصادر لتوليد الكهرباء في هذه اللحظة العالم كله يتجه لها لتأمين الطاقة النظيفة لما بنبص للغاز على وجه التحديد الاستراتيجية المصرية كانت واضحة تماما مصر اسست في البداية مركز وهذا المركز حوالته الى منتدى للغاز هذا المنتدى هو كان محور اللقاءات المبارح يمكن فخمة رئيس عرفتاح السيسي بعد الالتقاء بالسيدة أورسولا بندرلاين كان التقى بالوزراء المشاركين في منتدى الغاز وهنا بتتجلى أهمية اتخاذ قرار سياسي بتحويله الى منتدى وتحويله الى منتدى قادر على توفير مجموعة من الضمانات للدول المتوفرة بها حقول الغاز وقادر على توفير اتفاقيات تقنية لدعم هذه الصناعة في المستقبل صناعة استكشاف الغاز وقادر على توفير وجذب استثمارات مالية ضخمة وجذب العديد من الدول المهتمة بملف الغاز على مستوى العالم للدخول الى هذا المنتدى فده أمر بيعكس رؤية واستراتيجية واضحة وسبتة عند متخص القرار السياسي للتفاعل مع هذه القضية الهمة في المرحلة القادمة بس هذا قرار قرار سابق وده بيعكس رؤية متخص القرار السياسي انك انت في اللحظة المناسبة اخذت القرار وانت بالفعل تعلم وفقا للمعلومات الموفرها الاجهزة الامنية المصرية والاجهزة المعلوماتية المصرية مصر رايحة فين في هذا الملف بمعنى ان هذا الاهتمام من مصر بملف الغاز لم يكن اهتماما لحظيا او اهتماما منفعيا يعود على الدولة المصرية بمصالح وقتية ولكن كانوا قرارا استراتيجيا لتحويل مصر في وقت ما الى مركز لصناعة الغاز او مركز الغاز الاقليمي والنهاردة هي مرشحة بقوة وفقا لمؤشرات الاستكشافات تتحول الى مركز للطاقة المتكامل الاقليمي ده كله بيقول ان هذا الملف من اهم الملفات اللي الدولة المصرية اشتغلت عليها في الفترة اللي فاتت واللي زيارة مبارح سواء على المستوى رئاسة الاتحاد الاوروبي او المزراء المشاركين في اجتماع منتدى القاهرة للغاز ده بيقول منتدى غاز الشرق متوسط يعني ده بيقول ازاي الدولة المصرية ادرت تحدث الفارق في هذا الملف المهم وادرت تجمع المصالح المختلفة للاطراف المختلفة لان النهاردة المصالح في العلاقات الدولية هي بتحرك كثير وتزوب كثير من الخلفات السياسية وهنا لازم نتفهم ان مصر دولة مهمة في هذه الصناعة وان كل دول الاقليم ترغب في الاستثمار في هذه البقعة لما لموقع مصر الفريد الذي حباه الله اياه من قدرة على ان تكون محطة مهمة بين مجموعة من الفرقاء في القارة الاوروبية او القارة الافريقية او الوطن العربي طيب انا سأخذ من كلام حضرتك ونقول ان الكثير يحاولون الاستثمار في هذه المنطقة يمكن ده كان سبب سلسلة من القرارات وسبب سلسلة من الافكار اللي حصلت في نفس الوقت التحول الرقمي اللي حصل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي الزراعة ملف الري حاجات كثير جدا تم اعادة يعني مش هيكلتها ولكن تم التعاون معها بشكل مختلف خالص بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وده كان فتح باب للاستثمار في المنطقة في هذا التوقيت بالطبع زمانة يعني حضرتك اللقاء امبارح لو احنا حاولنا نقول انه هو فيه تلات محاور رئيسية محور اتفاقية الطاقة وترتيب امن الطاقة في المستقبل اللي اندأمر في غاية الاهمية اكتشفة اوروبا في هذه اللحظة كان فيه الملفات السياسية وكان فيه الملفات المتعلقة بالبيئة والزراعة والصناعة الغذائية احد المستجدات بالطبع العالم بيعاني منها في هذه اللحظة مش بس تهديد امن الطاقة وامن الغاز وامن القهرباء وامن استمرار الحياة لكن الامن الغذائي الامن الغذائي امر جديد فرضته تحديات مستجدة على الساحة الدولية نتيجة الازمة جائحة كورونا في البداية وتلاتها بتابعتها الازمة الاوكرانية الروسية ولازم نتفاهم ان هذه الازمة الجزائية العالمية تعاني منها كل دول العالم وانه ليس امرا خاصا بدولة او باقليم في اي بقع في العالم ومن سمى مثلا احنا بنشوف امبارح السيدة ارسولا فوندرلاين وهي بتنشر مباشرة فورا انتهاء اللقاء على صفحتها الخاصة على موقع تويتر بتقول ان احنا اتفقنا في مجال الجزائي بالتحديد والزراعة ان احنا ندعم الدولة المصرية حاليا وبقوة بمئة مليون يورو المئة مليون يورو اللي رايحين للدولة المصرية رايحين لدعم القطاعات الزراعية ورايحين لدعم الصناعات الجزائية من اجل تقليل الاعتمدية فيه على الخارج ومن اجل توطين الصناعات الجزائية في الداخل ومن اجل توفير فرص افضل لتنمية موارد هذه الصناعات الجزائية في الدولة المصرية يا رب ضرت النفاعة فعلا يعني كل أزمة لها خسرون وربحون زي ما قلت لحضرتك دايما نأخذ الاستعانة بالله في الأول ثم الاستفادة من قدراتك الأزمات تخلق فرص وهذه الأزمة الكبيرة التي يعاني منها العالم ستتيح لعديد من دول العالم سواء النشئة النامية كحالة الدولة المصرية أو الدول الأكثر تطورا على سلم التنمية أنها تتبوأ مكانة مختلفة نتيجة ما تملكه من قدراته وما حققاته من معدلات تنمية وهو ما تقوم بالدولة المصرية دايما سواء في إدارة الأزمات لتخفيف من حدث الأزمات وفي نفس الوقت الاستفادة القصوى من هذه الأزمة يعني الإدارة للأزمة هي دايما اللي بتفرق وهي دايما اللي بتختلف في نتائجها بالزبط يعني الخطوات الاستباقية والاخطوات الاحترازية يعني ما بتشوف الدولة المصرية كانت حريصة على توفير أماكن التشوين اللازمة للمحاصيل الزراعية دولة المصرية كانت حريصة على استحداث وإنشاء مناطق زراعية جديدة لما تشوف الدولة المصرية كانت مهتمة بوقف الاعتدائيات على الأراضي الزراعية لما بنشوف الدولة المصرية بتنهج هذه الخطوات بنقدر نتفهم القيادة السياسية شايفة إيه في المستقبل وشايفة قد إيه التدمير اللي تم في هذا القطاع المهم وقد إيه هذا القطاع يمكن أن يكون دعيما للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة الاقتصاد المصري اقتصاد متكامل الاهتمام فيه بقطاعاته المختلفة اهتمام متواصل ومن ثم لو يمكن التوقف أمام قطاع أو آخر الزيارة مبارح كانت زيارة متكملة تم فيها التناقش حول الملفين دول بصورة أساسية بالإضافة إلى مجموعة الملفات السياسية الهاجس داخل الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بالجزاء وبالطاقة لو تكلمنا بلغة الأرقام بوصف تفصيلي يعني الاتحاد الأوروبي قبل الأزمة روسية الأوكرانية وبعد الأزمة روسية الأوكرانية فيما يتعلق بملف الغذاء وفيما يتعلق بملف الطاقة ما هو لازم تتفاهم يا سيد مصطفى أن الأزمة كشفة في نفس اللحظة يعني بقدر ما هذه الأزمة الصانعة لفرص العديد من الأطراف هي كشفة للأزمة الأمنية أوروبا اكتشفت أنها لديها أزمة في قدرتها العسكرية بعض الدول الأوروبية اكتشفت أنها لديها أزمة في بعض قدرتها العسكرية أوروبا اكتشفت أن توقف سلسل الإمداد والتوريد أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وأسعار الصناعات المختلفة في أداخل الدول الاتحاد الأوروبي أوروبا اكتشفت أن هناك أزمة في الطاقة الطاقة مش غاز بس الطاقة غاز وكهرباء وده أمر في منتهى الخطورة على أمن واستقرار المواطن الأوروبي يعني لما تشوف مثلا أنك أنت بتسمع أن في بعض الدول على وجه التحديد سعر زجاجة الزيت بيوصل لحوالي 65 ورون وأنه أمر مرهج جدا لميزانيات البعض وأنه غير متوافر لازم نحط هذا في ذهننا أن كثير من الدول الأوروبية في هذه اللحظة تعاني من أزمات في توفير بعض المنتجات الزراعية ده كله بيقول أن أنت قادر زي ما منا تفضلت قادر تدير الأزمة مسبقا إزاي متوقع الأزمة عاملة إزاي السوابة اللي مرتكز عليها في إدارة الملف ده إزاي مصر بالنسبة لأوروبا في هذه الحالة هي فرصة مهمة جدا مصر بالنسبة لأوروبا في هذه الحالة هي المنفذ للقارة الأفريقية أفريقيا ستتزايد أهميتها في المرحلة المقبلة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي قدرات أفريقيا الزراعية وقدرات الإنتاج الصناعي في القارة الأفريقية ستتزايد مصر ستكون محطة مهمة جدا مش قولا أو إنما بالفعل الدولة المصرية في مرحلة انتقال مهم جدا بتدرك في دول الاتحاد الأوروبي قيمة الدولة المصرية وبتدرك قيمة الدولة المصرية على سبيل خفض النفقات دول الأوروبية عانت كثيرا من ارتفاع النفقات أسعار البترول أسعار الغاز أسعار المنتجات الجزائية ومن ثم التعاون بين الفرقاء يمكن أن يهدف في النهاء إلى تحقيق مصلحة مشتركة للجميع تبحث عنها كل الدول التي تشارك في هذه الجهود أكيد كل شكرا لحضرتك الكاتب أصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية نورتنا وشرفتنا وعرفتنا كثير من اللقات التي كانت غيبة عليها